معي من عمان العميد دكتور إبراهيم الجباوي مدير عام الهيئة السورية للإعلام مساء الخير أهلا بك معنا دكتور إبراهيم إذن نستكمل اليوم معركة نزع الخناجر كيف برأيك وفق متابعتك هي مهمة بهذه المرحلة تحديدا وبنفس الوقت معقدة وينتظرها تحديات مساء الخير مساء الخير لسادة المشاهدين لطالما تلقت جيش الحر في محافظة درعة الطعن من الخلف من قبل هذا التنظيم أثناء معاركه مع قوات النظام والمليشات المتحلفة معه لذلك ومع امتداد الوقف إطلاق النار لأكثر من شهر وصموده رأت فصائل الجبهة الجنوبية أن تلتفت إلى القلف لتحمي ظهرها أولا ولتجتث هذا الفكر المتطرف من المنطقة فلذلك كانت قد في زمن مضى قد افتتحت معركة ضد هذا التنظيم ولكن عندما هاجمت قوات النظام والمليشات المتحلفة معه ومدينة درعة توقفت تلك المعركة واليوم يستكملونها بمعركة فتح الفتوح بعد أن تم تمهيد المدفعي اللازم لهذه المعركة شنت فصائل الجبهة الجنوبية المعركة باقتحامات متعددة وعلى عدة محاور وجبهات لكن للأسف وجئنا بأن الأرض مزرعة بالألغام ما أدى إلى إعاقة تقدم الجيش الحروة بالتالي استدعت فرق الهندسة لتقوم بتمشيط الأرض أمام بالتزامن مع التمهيد المدفعي القادم وأثناء هذه المعارك تم تكبيد القوات داعش الغاشمة تم تكبيدها أكثر من 20 قتيل وجرحة ودبابة وعربة وسيارات تنتين إلى جانب أنه لا شك أننا قسرنا بضعة شهداء منهم مراسلنا في المنطقة بغربي درعة مواقع داعش هي كثيرة وماذا يمكن أن نعرف عنها؟ ما حساسيتها؟ ما الذي يمكن أن يصعب دور هذه الجبهة؟ فصائل داعش في المنطقة هي عبارة عن لواء شهداء اليارموك سابقا وحركة المثنى أيضا سابقا عندما جتها تحت مسمى واحد سمي بجيش خالد الذي بايع تنظيم داعش علنا وقد تمكن من السيطرة على منطقة مساحتها لا يتجاوز 40 كم مربع على الشريط الحدودي الجنوبي الغربي من الأرض السورية غربا الجولان المحتل وجنوبا الأردن الشقيق لذلك هذه الزاوية المحصور فيها هذا التنظيم حتى للحظة هو عبارة عن منطقة جبلية مع وديان سحيقة وتضاريس صعبة شوي لدرجة أنه لا تسمح بالتنقل إلا في سواد الليل لعناصر الجيش الحر فيما إذا أرادوا أن يتنقلوا بين موقع وآخر لأنهم محصنين أكثر من اللازم وبالتالي الاقتحام يكون أصعب من أي منطقة أخرى لذلك على حصال جيش الحر كانت أن تمهد بالتمهيد المدفعي القاسي وأن تلتف من ناحية جلين ومن ناحية العشترة وباتجاه حيط إلى باتجاه الغرب مع الحدود الأردنية لكي يتمكنوا من السيطرة على عدة محاور حتى لا تستطيع قوات داعش الهروب من محور آخر إلى ذلك حتى محور صحم الجولان استقدم اليوم في التمهيد المدفعي وكان هناك خسائر لقوات داعش نعم طيب دكتور إبراهيم موضوع الطبيعة الجغرافية هذه هل ممكن أن نعتبرها إيجابية أكثر منها سلبية لقوات الجيش الحر بالنهاية وفيما يتعلق أيضا بهذا المحور إلى أي درجة هو خطير بحد ذاته كون هناك فرص أكبر ربما لتنظيم للهروب كون نتحدث عن معركة على الحدود يعني هو بالناحية الإيجابية والسلبية هو سلبي باتجاه الجيش الحر لأنه هو يتحصن في هذه المنطقة الوعرة وفي هذه المنطقة السحيقة لا هي سلبية طبعا أنا قصت لمن ستكون يعني مقارنة ببعضهما البعض كطرفين لمن ستكون أسهل يعني هم على علم كافي بالطبيعة الجغرافية لهذا المنطقة لهذا المنطقة هذا ما قصت تماما تماما لذلك هم يتحصنون في تلك المنطقة لا شك أن الجيش الحر يحتاج إلى تمهيد مدفعي أكثر ولا سيما إذا تسنى له أن يدعم بطلعات جوية من التحالف هذا يكون أفضل ويكون عمليات الاقتحام للجيش الحر من السهولة بمكان لكن التحالف حتى اللحظة لا يقدم شيء صعب جدا نسيطر على محاولة هروب داعش التهى وقتنا لأن أعذرني التطويق الآن الجيش الحر يطويق داعش تطويق كامل شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور إبراهيم جباوي مدير عام الهيئة السورية للإعلام شكرا جزيلا لك